السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبناء الطلاب درس اليوم سيكون الضرب في مضاعفات العشرة للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني نبدأ بحل تمارين فقرة تأكد أوجد ناتج الضرب إذا كان عندي مضاعفات العشرة ما هي أولا مضاعفات العشرة مضاعفات العشرة هي عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين مئة مئة وعشرة وهكذا هذه هي مضاعفات العشرة الملاحظة على مضاعفات العشرة يكون أحدها صفر مثل الآن هذه العشرة عشرة ضرب ستة وثلاثين فالصفر هذا يكون يطلع في الناتج مباشرة فقط نضرب العشرات هذا واحد ضرب ستة وثلاثين يساوي ستة وثلاثين بهذه الكيفية نكون طلعنا الناتج كامل إذا كان عندي ثلاثين الثلاثين من مضاعفات أيضا العشرة نطلع الصفر ثم نقوم بالضرب الضرب العادي ثلاثة ضرب ثلاثة يساوي تسعة ثلاثة ضرب خمسة خمستاش إذن بيكون عندي الناتج ألف وخمسمائة وتسعين أيضا الثمانين من مضاعفات العشرة نطلع الصفر في الناتج يكون أحد ونبدأ بالضرب العادي نضرب ثمانية ضرب تسعة يساوي اثنين وسبعين سبعة تكون بليار ثمانية ضرب سبعة ستة وخمسين ستة وخمسين مضاف معاها سبعة بيكون عندي ثلاثة وستين إذن بيكون عندي الناتج ستة آلاف وثلاثمائة وعشرين سؤال أربعة أيضا عندي عشرين ضرب مائتين خمسة وخمسين نطلع الصفر العشرين من مضاعفات العشرة ثم نضرب الاثنين اثنين ضرب خمسة عشرة صفر واحد باليد اثنين ضرب خمسة أيضا عشرة واحد باليد اثنين ضرب اثنين أربعة واحد باليد خمسة إذن بيكون ناتج خمسة آلاف ومئة ثلاثمائة وتسعة وثمانين ضرب أربعين طلع الصفر لأن الأربعين من مضاعفات العشرة فما يحتاج نضربها الصفر في العدد ثلاثمائة وتسعة وثمانين أربعة ضرب تسعة ستة وثلاثين أربعة في ثمانية اثنين وثلاثين مع الثلاثة خمسة وثلاثين خمسة وثلاثة باليد أربعة في ثلاثة اطنعش وعندي ثلاثة باليد خمستاش إذن بيكون الناتج خمستعشر ألف وخمسمائة وستين خمسمائة وثمانطعش ضرب سبعين بما أنه عندي سبعين من مضاعفات العشرة نطلع صفر في الآحاد للناتج ونضرب السبعة في الخمسمائة وثمانطعش سبعة في ثمانية ستة وخمسين سبعة في واحد سبعة وعندي خمسة باليد اثنين واحد باليد سبعة في خمسة خمسة وثلاثين واحد باليد ستة وثلاثين إذن الناتج بيكون ستة وثلاثين ألف ومائتين وستين هذا بالنسبة إلى فقرة تأكد القياس سوال سبعة يقطع سعيد عشرين كيلو مترا أسبوعيا بدراجته إذا كان في السنة اثنين وخمسين أسبوعا تقريبا فكم كيلو مترا يقطع في السنة إذا نقول لي عشرين ضرب اثنين وخمسين ما أن العشرين من المضاعفات العشرة نطلع الصفر ونضرب الاثنين في الاثنين وخمسين اثنين ضرب اثنين اربعة اثنين في خمسة عشرة إذا بيكون يقطع في السنة الواحدة تقريبا ألف واربعين كيلو مترا هذا بالنسبة إلى سؤال سبعة ننتقل الآن إلى فقرة تدرب وحل المسائل عندي السؤال الأول أيضا العشرين من مضاعفات العشرة نطلع الصفر ثم نقوم بضرب اثنين ضرب خمسة عش يساوي ثلاثين إذا بيكون ناتج ثلاثمائة عندي الآن هنا أيضا الثلاثين من مضاعفات العشرة نطلع الصفر ونضرب الثلاثة في السبعة وعشرين ثلاثة في سبعة واحد وعشرين اثنين باليد ثلاثة في الثنين ستة واثنين باليد ثمانية إذا بيكون ناتج ثمانمائة وعشرة سؤال احداش الاربعين من مضاعفات العشرة نطلع الصفر ونضرب الاربع في الستة والاربعين أربعة في ستة أربعة وعشرين اثنين باليد أربعة ضرب أربعة يساوي ستة عشر اثنين باليد ثمنتاش إذن الناتج ألف وثمانمائة واربعين عندي أيضا الستين من مضاعفات العشرة نطلع الصفر قبل الضرب ونضرب الستة في الثلاثة والخمسين ستة ضرب ثلاثة يساوي ثمنتاش ثمانية واحد باليد ستة ضرب خمسة يساوي ثلاثين عندي واحد باليد واحد وثلاثين إذن الناتج يكون ثلاث آلاف ومئة وثمانين ننتقل الآن إلى سؤال ثلاثة عشر عندي ثمانين ضرب ثمانين حقائق الضرب نطلع الأصفار هذا صفر وهذا الصفر الثاني صفر ثمانية ضرب ثمانية يساوي أربعة وستين إذن الناتج يكون ستة آلاف واربع مئة بالنسبة إلى تسعين ضرب أربعة وتسعين عندي طبعا التسعين من مضاعفات العشرة نطلع الصفر في الناتج ونضرب التسعة في الأربعة وتسعين تسعة في أربعة ستة وثلاثين تسعة في تسعة واحد وثمانين وعندي ثلاثة باليد أربعة وثمانين بيكون عندي الناتج ثمانية آلاف واربعمائة وستين بالنسبة إلى سؤال خمستاش عندي العشرة ما أنه ضربت في العشرة فقط أضيفي لهذا الرقم صفر نطلع الصفر نضرب الواحد في المائتين وخمسة وسبعين بيعطيني مائتين وخمسة وسبعين بيكون الناتج فقط إضافة الصفر للناتج الفين وسبعمائة وخمسين عندي سؤال ستعاش ثلاثين ضرب ثلاثمائة واطنعش ثلاثين من مضاعفات العشرة نطلع الصفر ونضرب الثلاثة في ثلاثمائة واثنعش ثلاثة ضرب اثنين ستة ثلاثة ضرب واحد ثلاثة ثلاثة ضرب ثلاثة يساوي تسعة إذن بيكون الناتج تسعة الاف وثلاثمائة وستين ننتقل الآن إلى سؤال سباطعش خمسين ضرب ثلاثمائة واحد وثمانين الخمسين من مضاعفات العشرة نطلع الصفر ونضرب الخمسة في ثلاثمائة واحد وثمانين خمسة في واحد خمسة خمسة في ثمانية أربعين صفر أربعة باليد خمسة في ثلاثة يساوي خمستاش زائد أربعة باليد تساطاش إذن بيكون عندي الناتج تساطاشر ألف وخمسين أيضا عندي خمسين ضرب أربعمائة وسبعة وخمسين ما أن عندي الخمسين من مضاعفات العشرة نطلع الصفر ونضرب الخمسة في الأربعمائة وسبعة وخمسين خمسة في سبعة خمسة وثلاثين ثلاثة باليد خمسة في خمسة خمسة وعشرين ثلاثة باليد ثمانية وعشرين اثنين باليد خمسة في أربعة يساوي عشرين اثنين باليد اثنين وعشرين إذن بيكون عندي الناتج ثنين وعشرين ألف وثمانمائة وخمسين عندي أيضا الآن سؤال ساعة عشر سبعين ضرب خمسمائة وأربعة وستين نطلع الصفر في الناتج لأن السبعين من مضاعفات العشرة ونضرب السبعة في الخمسمائة وأربعة وستين سبعة في أربعة ثمانية وعشرين اثنين بليد سبعة في ستة اثنين وأربعين واثنين بليد أربعة وأربعين أربعة باليد سبعة في خمسة خمسة وثلاثين مع الأربعة تسعة وثلاثين نكون عندي الناتج تسعة وثلاثين ألف وأربعمائة وثمانين سؤال عشرين ثمانية ضرب ستمائة وثمانية وتسعين في البداية طبعا ننطلع الصفر لأن الثمانين من مضاعفات العشرة ونضرب ثمانية في ستمائة وثمانية وتسعين ثمانية ضرب ثمانية أربعة وستين ثمانية ضرب تسعة يساوي اثنين وسبعين زائد ستة ثمانية وسبعين ثمانية ضرب ستة يساوي ثمانية وأربعين زائد سبعة يساوي خمسة وخمسين إذن بيكون عندي الناتج خمسة وخمسين ألف وثمانمائة وأربعين ننتقل الآن إلى سؤال واحد وعشرين إذا كان سبعة ضرب تسعة وعشرين يساوي مئتين وثلاثة فما ناتج سبعين ضرب تسعة وعشرين إحنا طبعا هذا هو نفس السؤال بس بدل ما يكون من حقائق الضرب هنا سبعة هنا سبعين أضاف صفر تسعة وعشرين كما هي فكان الناتج ألفين وثلاثة هنا أيضا نضيف صفر وحط هذا الناتج نفسه مئتين وثلاثة بيكون عندي ألفين وثلاثين سؤال اثنين وعشرين إذا كان ثلاثة ضرب ثنين وخمسين يساوي مئة وستة وخمسين فما ناتج ثلاثين في ثنين وخمسين نفس فكرة سؤال واحد وعشرين نقول له طبعا ثلاثين ضرب اثنين وخمسين نحن نطلع الصفر صفر ونحسب ناتج ثلاثة في اثنين وخمسين ثلاثة في اثنين وخمسين أعطانيها هذه الناتج مئة وستة وخمسين ونضيف له فقط الصفر يكون الناتج ألف وخمسمائة وستين هذا بالنسبة لسؤال ثلاثة وعشرين سؤال ثلاثة وعشرين يأكل طائر صغير أرباط عشر دودة كل يوم فكم دودة يأكل في عشرين يوم نقول له طبعا عشرين ضرب أرباط عشر سؤال ثلاثة وعشرين بما أن العشرين من مضاعفات العشرة طلع الصفر اثنين ضرب أربعة يساوي ثمانية اثنين ضرب واحد اثنين اذا يأكل خلال عشرين يوم حوالي مئتين وثمانين دودة هذا بالنسبة إلى حل تمارين الضرب في مضاعفات العشرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر